أعلن المجلس العربي في كاركوك رفضه ويعادة المحافظة إلى ما كانت عليه قبل فرض سلطة القانون فيها مشيرا إلى أن ملف الأمن لا بد أن يبقى اتحادقا وذكر المجلس في بيانه أن المجلس العربي في كاركوك والأحزاب والنخب والشخصيات ومواطني كاركوك كافة لن يسمحوا بعودة كاركوك إلى ما كانت عليه عبر فرض سلطة وصطوة لمكون واحد على باقي المكونات ولن يسمحوا بأعادة تجربة سنوات الفشل والتهميش والاختطاف والاعتقال والتغيب والتهديد والتهديم والرعب والتهجير الذي ملأ شوارع كاركوك وأحياء كاركوك بحسب البيان